نجتمع اليوم لألبتي في اتخاذ القرار والمبين لشعب غزة والشعب إسرائيل أننا نرى ألمهم والدمار الذي يواجهونه والحاجة للبحث عن سبل لتوصيل المساعدة البلحة له بنظرا لعمق معاناتهم ولنعالج أسباب هذه المعاناة وهذا اليأس أي روح تفقد بمثابة بأس فما من هرمية في الموت ولكن سبب حضورنا لهذه القاعة قد تناساه الكثيرون كأنه لم يكن ولكن وقبل أسبوعين فقط من الزمن قام أرهابي حماس بقتل أكثر من 1400 إسرائيلي هذا أمر لا يذكر في الملاحظات من صديقي الأردني بأيديهم وبأسلحتهم الذين نبثوا الضعر في نفوس شعب إسرائيل تهديدات حماس مستمرة وإيران وزرعها حزب الله وآخر هذه تهديدات مستمرة وتهدد المنطقة بأسرها ومد ذلك اليوم السابع من أكتوبر أكثر من سبعة آلاف فلسطيني وبالأمس عندما تحتو لما نجد أن كان العدد يفوق الخمسة آلاف لهذا لنا نجد الحاجة لرد سريع من هذه المنظمة لمواجهة الأزمة الإنسانية من يعيش تحت طغيار حماس قتل ومليون منهم شردوا هذا ما دفع بهذه الهيئة لعقد هذه الجلسة الطارئة ونحن نرى ونعترف بالجهود الجبارة التي بدلها من صاغ هذا القرار لأخذ في الحسبان التعليقات ونحن ممتنون لهذه الجهود التي قد مكنتنا من تحسين جودة النص بشكل ملموس وللأسف كندا غير قادرة على تأييد هذا النص في صيغته الحالية لا يمكن لنا أن نعمل كجمعية العامة للأمم المتحدة دون الاعتراف بمصيبة السابع من أكتوبر ودون التنديد بالإرهابيين المسؤولين عن هذا الحدث لهذا فإن كندا تطرح تعديلاً على القرار المطروح هنا يهدف إلى التنديد بهجمات حماس الإرهابية في السابع من أكتوبر واختطافها للرهائن المستمر احتجازهم وإذا لم تعتمد هذا التعديل فهذا يعني أن هذه الهيئة ستعتمد قراراً لا يذكر حتى وفي أي موضع فيه المنظمة التي ارتكبت أسوأ هجمة تاريخية إرهابية في التاريخ ونحن مضطرون جميعاً لتحمل هذا الفشل مع استمرار المأساة التي نشهدها غرض هذا التعديل بسيط ترجمة نانسي قنقر